متاعب أطول رئيس وزراء حكماً في إسرائيل تتضاعف مع استمرار العدوان على قطاع غزة بنيامين نتنياهو الذي يقود الحرب تحت ضغط الرأي العام الذي يحمله مسؤولية الإخفاق الأمني والاستخبارات عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر ملامح مستقبل نتنياهو السياسي بدأت تتضح في آخر استطلاعات الرأي الإسرائيلية وليس قلة من يرون أن نتنياهو ليس أهلاً لقيادة إسرائيل خلال هذه المرحلة يشير استطلاع الرأي للقناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إلى أن 56% من الإسرائيليين لا يثقون في إدارة نتنياهو للحرب وخلص استطلاع الرأي إلى أن 44% من الإسرائيليين حملوه المسؤولية الكاملة في إفشال عملية السابع من أكتوبر مقابل 5% من من حمل رئيس الأركان يو أف جالاند مسؤولية ذلك ووفق الاستطلاع القناة الإسرائيلية يرى 44% من المستطلعة أراؤهم أن على رئيس الوزراء الاستقالة بعد نهاية الحرب بينما يعتقد 29% أن عليه الاستقالة فوراً وانحصلت نسبة داعمي استمراره على رأس الحكومة الإسرائيلية بعد الحرب في 18% نتنياهو الملاحق قضائياً في قضايا فساد قد يخضع للمساءلة القانونية تقول وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك مطالب سياسية وسط المعارضة وحتى من بين دائمه لتشكيل لجنة تحقيق حكومية عامة مع صلاحيات واسعة قد تحمله مسؤولية سقوط قتلى وسوء تسير الحرب مع حماس اشتركوا في القناة